تم ببني ملال افتتاح مركز للا أمين لرعاية الأطفال المحرومين من أسرهم وفي وضعية صعبة ويهدف هذا المركز الجديد الذي أشرف على افتتاحه ولي جهة بن ملال خنيفرة وعامل إقليم بن ملال وشيد على مساحة 1600 متر مربع بطاقة استعابية تبلغ 124 سريرا إلى رعاية وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال المحرومين من الأسره وفي وضعية صعبة وذلك من خلال تحسين جودة استقبالهم والتكافل بهم وتوفير ظروف متلى لعيشهم هذا المركز فهو تمرت شاركة ما بين المبادرة وثانية البشرية المجلس جهة ثم المكتب شريف الفوسفات وكانت تمت تعبيعاتها واحد الغلاف مالي تقريباً 20 مليون ونص فيها المساهمة صندوق دعم المبادرة وطنية 5 مليون ثم 8 مليون ونص عندنا ديال مكتب شريف الفوسفات ثم البقية هو ديال المساهمة ديال مجلس الجهات بن ملال خنيفرة وتنفيذاً لبرنامج عمل العصبة فإن هذا المركز سيقوم باستقبال ورعاية الأطفال في وضعية هاشاشة وكادت طفولة الصغرى بروض الأطفال للتعليم الأولي وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الدعية إلى النهوض بأوضاع الطفولة عممان والطفولة في وضعية هاشاشة على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر